في مواجهة مبادرات متعددة وتحركات متسارعة لتكتل بريكس في سبيل تكريس نظام مالي جديد مجموعة السبع تتمسك بالمؤسسات العالمية القائمة باعتبارها تستند على نظام متين أمام الصدمات وتدعيات الحرب في أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا في أوكرانيا والضغوط التدخمي المرتبطة بها نحن بحاجة إلى البقاء في حالة يقضى وتحليب الرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي خاصة مع حالة الضبابية المتزايدة بشأن توقعات الاقتصادية العالمية وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة من الاجتماعات بمدينة نيجيتا اليابانية اتفق وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى على إطلاق خطة لتنويع سلاسل التوريد العالمية لحماية أمن الطاقة بنهاية العام الجاري تنويع سلاسل الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة ويساعدنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مجموعة السبع ستعمل مع دول المهتمة والمنظمات الدولية ذات الصلة بهدف إطلاق الخطة بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير وقبل إنعقاد قمة القادة في هيروشيما غربي اليابان أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمها على مواصلة فرض مزيد من العقوبات والإجراءات الاقتصادية في محاولة لتقويذ إمكانيات روسيا المالية